السلام عليكم إذا كنت ممن ترغب في متابعة ما نقدمه في قناة المحبرة فأرجو متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر لكم والضغط على زر الإعجاب شخصيتنا في هذه الحلقة هو الحميد بن عبدالعزيز بن صالح بن عمر الديعان ولد في حال عام 1280 هجري وتربى على العلم والصلاح هو وأخوه الأكبر إبراهيم وأخوه الأصغر عيسى وتتلمذ على عدة مشاعر في حائل وخارج حائل فقد تتلمذ في حائل على الشيخ عبدالله بن عبدالعطيف آل الشيخ كذلك تتلمذ على الشيخ صالح بن سالم البنيان وأيضا تتلمذ على الشيخ عبدالله بن مسلم التميمي وتتلمذ أيضا في خارج حائل على محمد بن عبدالله بن سليم بالقصيم وأيضا الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله بن سليم في القصيم أيضا وعمر بن محمد بن سليم الشيخ له أعمال كثيرة فقد تولى أعمال ومناقبة في أماكن عدة منها أنه تولى الخطابة في بلدة قفار كذلك درس في السبعان فترة إقامته هناك حينما كان متوجه إلى القصيم أيضا عينه الملك عبد العزيز مع جبات الزكاة ولم يستمر طويلا لاعتذاره عنها أيضا تولى التدريس في بلدة البرود والأسياح شمال القصيم ثم في دخنه جنوب القصيم أيضا تولى الإمام والخطابة في بلدة عي كما عينه الملك عبد العزيز إمام للحرم النبوي عام 1344 هجري إلى عام 1345 هجري وكان أول من عين إمام في الحرم النبوي في عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثرى أيضا تولى القضاء في العلا ومكث فيها ستة سنوات وتولى القضاء في بلدة الليل بعدها انشغل بالتجارة بين المدينة وحال ثم استقر في خيبر يأم ويخطب ويدرس وتتلمد عليها الشيخ عبد الرحمن بن شعلان في عام 1358 مكث في عقلة بن جبرين يساعد الشيخ محمد بن صالح العقيل في قضائها والتدريس ومكث فيها ما يقارب العام أيضا في عام 1359 وجهه الملك عبد العزيز إلى حفر الباطن بطلب من الأمير صالح بن عبد الواحد أمير حفر الباطن إلى القضاء في حفر الباطن ومكث فيها إلى وفاته رحمه الله تعالى تتلمد على الشيخ تلاميذ كثر منهم الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن شعلان والشيخ علي بن محمد الهويمل وغيرهم من طلاب العلم أصيب الشيخ رحمه الله تعالى بضعف في بصره فترة إقامته في حفر الباطن حتى أصيب بالعمى وزاد الضعف في جسده علما أن الملك عبد العزيز طيب الله ثراه أمر بعلاجه فمكث من مقارب الشهرين في الرياض ولم يفيد معه العلاج فرجع إلى الحفر الباطن وتوفي عام 1368 هجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة والشكر مصور لمتابعتكم